عشاك الرياضة المصرية في كل مكان عشاك النادي الاهلي وموسم السفقات وضيع صفقة جديدة على النادي الاهلي بعد تدخل سبارتاك موسكو سبارتاك موسكو يخطف صفقة كيتا بليدة من النادي الاهلي واللاعب يفضل اللعب في أوروبا مرة أخرى على العودة لإفريقيا واللعب للنادي الاهلي بعد تأكيد وكيل اللعب بأن الاتفاق كان تم ما بين كيتا بليدة والنادي الاهلي ولكن اللعب فضل اللعب في أوروبا بعد عرض سبارتاك موسكو ريكاردو سوارش يعلن قائمة النادي الاهلي لمباراة طلاعي الجيش غدا المباراة هامة للنادي الاهلي المباراة مرتقبة النادي الاهلي يريد الوصول للمركز الثاني برامتز هيلعب بعد نص ساعة من الآن قائمة النادي الاهلي تضم كالعادة لعبين ناشئين ولعبين عائدين من الإصابة ولعبين لم يشاركون مع النادي الاهلي بصفة أساسية في الفترة الماضية من سيخلف ريكاردو سوارش في النادي الاهلي خليلو زيتش أم كروش المفاضلة ما بين خليلوزيتش وكروش والأقرب حتى الآن هو رحيل ركاردوس ورجع عن النادي الأهلي عقب نهاية الموسم والمدير الفني القادم للنادي الأهلي سيكون مدير فني سيفي قوي جدا يا سواء يا خليلوزيتش يا كوروش المدير الفني للمنتخب وخليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي وما زالت الصفقات مستمرة ولكن بقولها لحضراتكم وبأكد لحضراتكم ما تسمعش كلام حد يقولك الصفقة الفلانية أو الصفقة العلانية إلا لما النادي يعلن بنفسه علشان خاطر كل كلام وكل تكهنات وكل صفقة علشان خاطر مشاهدات أو عشان خاطر كومنتات على البسطات ولكن الشيء الأكيد بيعلن على صفحة النادي الرسمية وشوفنا كيه تبليدة وكله بيأكد وكله يقولك تأشيرة الصفر وتأشيرة مش عارف إيه واللاعب الآن صوره أمام حضراتكم في زبرتك موسكو واللاعب خارج حسابات النادي الأهلي وبتمنى من كل جمهور النادي الأهلي الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته